ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفياً الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار يعني أستاذ باسل نتحدث عن قرار ينظر إليه البعض بأنه قرار أتى بعد جهود طويلة ومطالبات عديدة ولكن دائماً وكعادته ما يستجيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب عموم الشعب كيف تقرأ هذا القرار اليوم؟ يعني أولاً طبعاً خيراً على حضرتك أستاذ المشاهدين أنا أعتبر أنها قراءة تعيدة لأنه الحقيقة الاستجابة لباب الحريات في الدستور وانحياز الرئيس الدستور المصر والاستراتيجية الوطنية لحوال الإنسان وكمان لتوصيات الحوار الوطني يعني يعتبر تأدير كبير لمسار الحوار الوطني وتأكيداً لمسار الصدق عند الرئاسة في الاستجابة للطلبات وتوصيات القوى السياسية والاجتماعية فالنهار دا الحقيقة يوم مهم جداً لأنه كمان بيضحت كل الأقاويل اللي بتتقال عن الحوار الوطني والتشكيد فيه وأنه يعني مخرجاته ما بتتنفسه أو توصياته يعني لا تحظى بالاهتمام الكافي بالعكس الحقيقة قضية الحفص الاحتياطي كانت من أهم القضايا القوى السياسية مركزة عليها وأعتقد مش بس بكمان القوى السياسية هو بيهم قطاع عريض جداً من المواطنين مسألة الحفص الاحتياطي ومداد الحفص الاحتياطي والإجراءات البديلة والتعاويد وجبر الضرر يعني كل المسائل اللي الحقيقة نوالها رئيس بدقة النهاردة دي مسائل مهمة جداً وبتخش وبتدخل في صلب اهتمام المواطن المصري سواء كان من القوى الحزبية والسياسية أو حتى المواطنين الطبيعيين والعالمين نعم يعني دكتور باسل أنا أعلم جيداً بأنك اعتزلت العمل السياسي لفترة يعني ربما وصلت إلى عامين وعدت مجدداً هل ترى في الحوار الوطني نواة حقيقية للدولة المدنية وللجمهورية الجديدة وأن توصيات الحوار الوطني وحالة الحوار هي حالة حوار جدة تستطيع أن تحلحل العديد من القضايا التي تشغل بال المواطن المصري يعني الحقيقة تأكيداً لكلام حضرتك لا أنا بعيدت عن السياسة أكثر من سنتين بشوية يعني أو أدي سبعة سنين أو خمسة والحقيقة يعني لقيت في الحوار الوطني وبداية تأشير الرئيسي وإشارته دي بشخصه أمل كبير مؤشر لتغيير الحالة السياسية وأنه زي ما قلت في كلمتي أمام السيد الرئيس أنه التحول من شرعية القوة لقوة الشرعية الرئيس بنفسه هو اللي أصدر بيان وقال أنا عايز أعمل لحظة في تأخرة كثيراً ده كان في إفطار الأسرة المصرية وفوراً تمت إجراءات الحوار الوطني لأنا شفت سقفها مرتفع جداً بالمطالبات والحقرية للجميع للمطالبة كل حد أو كل يعني طرد من قوة سياسية أو مجتمعية نقابات حزاب وهكذا كل التكوينات المجتمعية أو حتى أساس الجامعة ومجتمعين بالشأن العام وصحفيين وحقوق الإنسان وكل العملية فيها كل المجالات محدش قال لحد يقول إيه وما تقولش إيه كل الناس عبرك عن رأيهم يعني بمنتهى الصراحة إن الدولة نفسها وفي رأسها تلجت أو تستجيب أو يبقى من خطواتها المزمعة إنها تقلص مدد الحبس الاحتياطي وتنظر بعين الاعتبار لهذه المسألة مسألة مهمة جداً كمان عايز أقول لحضرتك مسألة الإفراجات يعني حصل إفراجات كتيرة عن ناشطين وغيرهم يعني تعدي الرقم الألفين العفو الرئاسي العفو الرئاسي فبردو الإفراجات هي يعني بتمشي بشكل متوازي في نفس المصار اللي الدولة بتشتغل عليه وهو مصار كله وانفراج وزي ما بقول لحضرتك التشكيك للحوار الوطني ده بيدل على ضعف الناس اللي بتشكد فيه مش ضعف الحوار الوطني يعني كل يوم الحوار الوطني ومجلس أمناه والسيد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بيأكدوا لنا إنه هذه التوصيات تحت العين وتحت الاعتبار وبيتم تنفذها بسرعة كبيرة يعني التوصيات متحولة للرئيس أول مبارح النهاردة فيه إجراء بيتحول للحكومة نعم كمان حيزة جيد حقاكم الشعر بيت إنه إحنا معلوماتنا كسياسيين إنه قانون الإجراءات الجنائية بالكامل بيتنائي النهاردة في البرلمان فيه لجان في وقت الراحة الصيفية أو الأجازة الصيفية للبرلمان اللجان منعقدة والمناقشات على قدم وصاق لأنه قانون الإجراءات الجنائية هو كمان جزء منه قانون الحبص الاحتياطي والمصدر الحقيقي كله مبيء وكله أمامك والكل يعلم أنه ليس لدينا رفاهية الوقت تحديدا ودعني هنا أستخدم هذا المصطلح الذي حضرتك يعني تحدثت عنه التحول من شرعية القوة لقوة الشرعية لأنه ربما هذا ما جاء أيضا في متن تصريح السيد الرئيس برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبص الاحتياطي للحكومة تنفيذا أو رغبة منه في تنفيذ أحكام الدستور بالضبط أنا هنا أشوف الرئيس بشكل مباشر ينحز لباب الحريات في الدستور وده شيء مهم الدستور فيه تعارف بواب متعددة أو بواب معنية بالعدالة أو سلامة المجتمع وسلامة أمن المجتمع وأكذا بس إزاي الدولة تبقى شايفة إن سلامة أمن المجتمع وضبطه اللي احنا كلنا عايزينه ما يتغولش على الحريات العامة هنا الشعر البسيطة ما بين إنك تفضل محافظة على المجتمع آمن واتحقق مقتضيات الحبص الاحتياطي بإنه سلامة الأدلة أو تأثير المتهم على الأدلة أو حتى خطورة المتهم وفي نفس الوقت ده ما يتغولش على الحريات العامة للناس خلي بالحضرتك يا مسألة برضو صعبة صعبة برضو دولة إزاي تحقق المصلحة لكل الأطراف فالنهاردة أنا بشوف رئيس الجمهورية بيحاس بباب الحريات في الدستور المصري وده مؤشر يعني رائع على المرحلة القادمة وعلى تأثير الحوار الوطني وعلى صدق نوايا الرئيس حينما أقر وأقام الحوار الوطني ورعاه فدي كلها مسائل بالحقيقة بتشير في نفس الإيجابية وفي نفس الاتجاه اللي كله أمل نعم دكتور باسل يعني زي ما قلت لحضرتك أو تحدثت معك لأنه لا نملك رفاهية الوقت ماذا بعد؟ ماذا بعد أن أحال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التوصيات النابعة أو مخرجات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لسرعة تنفيذها؟ ما هي الخطوة التالية كرئيس كتلة الحوار وبرلماني سابق أيضا؟ لو حرج بتتكلم على قانون الحفظ الاحتياطي بالتحديد قوى السياسية تقدمت بمقترحات في تعديلات القانون أنا أتصور أنه حالة الرئيس للحكومة الحكومة هتعد بمشروع قانون هترسله لمجلس النواب لدراسته مجلس النواب بالتوازي هو كمان في حالة دينماكية حالية بيدرس قانون الإبراعات الجنائية وتعديلاته عشان يبقى جزء منه كمان للحفظ الاحتياطي فدي المسألة إحنا داخلين في إجراءات شرعية ودستورية وده كمان يعني بيوضح جدا أن إحنا في دولة قانون تستجيب للرأي العام والشعب لأن المنظومة هنا كاملة توصيات في حوار وطني كل القوى السياسية والشعب يعني وممسكينه في الحوار الوطني يعني حاذ الرئيس الحكومة بتاخد خطواتها في دراست القانون بتحيده لمجلس النواب لأنه هو القوى المعبرة والشرعية الأساسية عن الناس في مصر وهم اللي فيهديهم أداة التخريع فالمنظومة بالكامل بتقولك أنه مصر دولة قانون في وسط يعني عالم مشتبك وسلاح وتفجيرات على كل حدود حزام والتهب حوالين مصر في كل مكان فبتشوف الشكل أنه مصار التنمية ومصار الاستقرار قد هي جدوى وقد هي منتجاته ومخرجاته وأنه مع الوقت بينتج اللي بيحتاجه الجميع سواء القوى السياسية أو سواء المواطن العادي في النهاية مصار الاستقرار والتنمية ده مصار مهم وأنا بشوف أن اللي حصل ده من ضمن مخرجات مسألة الاستقرار والتنمية أنه في حوار وطني مستقر استجابة من الدولة وهكذا إحالة دولة قانون شجالة منظومة كاملة مستقرة الحقيقة في مصر فأنا بشوف أن التوازن العام اللي موجود في مصر شيء يبشر بالأمل فيه تحديات كلنا شايفينها لكن مصر إن شاء الله والمصريين قادرين على يعني تخطي كل هذه التحديات بإذن الله بإذن الله دكتور باسل يعني سؤالي الأخير لك هل ترى بأن مثل هذه أو مثل هذا الدعم من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وربما هذه ليست المرة الأولى التي يستجيب فيها السيد الرئيس لتوصيات مخرجات الحوار الوطني هل مثل هذه الاستجابة بمثابة خطوة لتعزيز مصار الحوار الوطني وتطبيق مخرجاته على الأرض وفيما يخص الحبس الاحتياطي تحديدا نتحدث عن خطوة جديدة أيضا لتطوير منظومة العدالة برمطها ككل التي أتى عليها العديد من الدستير المختلفة طبعا نتفق مع حضرتك أنه مصار إيجابي ومصار احتوائي للحوار الوطني ودي مش أول استجابة يعني حصل استجابات متعددة منها الإفراجات منها الإشراف على الانتخابات منها قانون الوصاية هو كمان محل الاهتمام يعني فيه مجموعة من استجابات تمت وما زلنا يعني هو الحقيقة فيه توصيات كتيرة للحوار الوطني تعدد الماءة توصية بس بالتحديد الحبس الاحتياطي أهميته وإشارته يعني بالغة في الدلالة لأنها إيجابة مماشرة والتعارف يعني في معظم الأحيان ياسيين اللي زينا بيقولوا أن قانون الحبس الاحتياطي بيتماس جدا مع الحالة السياسية وكل ما بيحصل انفراجة في قانون الحبس الاحتياطي يبقى فيه انفراجة سياسية وأن المجتمع بيسير في مصاري التنمية كل ما بيحصل تديق وتشديد في المدد وكذا وإيطالة للمدد تعرف أن الحالة السياسية فيها مخاوف وده وده الحقيقة كان مفهوم جدا في ظل إرهاب وفي ظل اللي شفناه في البلد في العشر سنين اللي فاتوا أن البلد كانت الحقيقة مستهدفة من جماعة زموية واضح كمان حالة عدم استقرار اللي حوالينا فقانون الحبس الاحتياطي دلالته المهمة هم نفسها من تعديله وأنه هو إشارة واضحة عن حالة سياسية بالكامل وعن رؤية النظام السياسي بشكل البلد واحتواء القوى السياسية وأن فيه أمل أن الحالة السياسية يحصل فيها انفراجات وتطور فهو ليه الحقيقة دلالة بلغة مسألة الوقت مسألة مهمة جدا في كل التوصيات إحنا حقيقة بنطالب كقوى وطنية في الحوار الوطني بالاستجابة للمطالبات الاجتماعية اللي الناس بتطلبها مسألة الدلائب والتأمينات ورفع الأسعار والتضخم وكل هذه المسائل اللي بتمث برضو حال المواطن بشكل كامل أنا برضو متصور إن إحنا نحتاجين فيها إن شاء الله نفسه بسرعة وأنا متأكد إنه في وقته وحينه سيسم اتكاذ التدابير اللازمة تجاه كل هذه الأشياء اللي بتؤرق المواطن المصري نعم دكتور باسل يعني عذرا على الإطالة ولكن كسياسي بارز يعلم الجميع مواقفك السياسية على مختلف يعني أو في مختلف التوقيطات كيف تنظر اليوم للحوار الوطني بعد عامين ونصف العام تقريبا من إعلان السيد الرئيس على انطلاقه في 26 إبريل 2022 حينما تحدث الرئيس ودعا للحوار الوطني وأعلن بأن الخلاف في الرأي لا يفسد أبدا للوطن قضية وطالت هذه الدعوة العديد من الاتهامات بأن هذا الحوار ليس إلا حالة من حالات المكلمة السياسية كما قيل باللفظ تحديدا وربما الهدف الرئيسي منها هو أن تمرر الدولة عدد من القضايا التي تريد أن تغيرها ولكن الصورة اختلفت والآن نرى أنه انتصار حقيقي لرغبة المواطن المصري فكيف تستطيع أن تحكم على هذه التجربة خلال العامين ونصف هو بس الأول عايزة أشير للظم المكلمة المكلمات هي الغرف الديقة لأحزاب لم تتطور يوما ولساسا لم يتطوروا يوما وبيشتغلوا بشكل عدائي ضد الحوار الوطني وضد أي انفراجة أو أي تحرك للأمام بيحبطوه يعني دي أحزاب تيباست ويعني جايز وقادة سياسيين تيباست الحقيقة الشاهد والواضح أنه الحوار الوطني تم تقف مرتفع جدا أنا عايز أقول لحضرتك مثال واحد أنه في جلسات الحبس الاحتياطي كان موجودين العديد من الشباب اللي تضرروا من الحبس الاحتياطي بسبب قضايا رقش أنت بتتكلم عن حالة حقصية تماما بين المكلمة هم جمبوا عبروا عن مساكلهم وآراءهم وتعديلاتهم في الحبس الاحتياطي وتكلموا عن تجربتهم في الحبس الاحتياطي بسبب قضايا رقش داخل حوار وطني بتقيم الدولة المصرية يعني أي مصار أكثر حرية وإيجابية أكثر في مصار إيجابي ما بنقولش أنه كل حاجة تحقصت لكن فيه قدر كبير من التحق والتحرك للأمام فمسألة تشكيك طول الوقت في الحوار الوطني بترد عليه كل هذه الاستجابات اللي يستجبها الرئيس بشكل مباشر وواضح وسريع وبينحاذ يعني على فكرة القانون موجود وكان ممكن ما يبقى يارش كان ممكن لا يطرح في الحوار الوطني والدولة المصرية دولة قوية وبتمرر ما تريد لكن الدولة عندها إرادة واضحة إن هي تغير النهج تغير الاستراتيجية تنحاذ الاستراتيجية الوطنية لحوال الإنسان اللي الدولة نفسها برضو يعني أقرتها فلا مسألة التشكيك بقية الحياة مسألة يعني صحيح تصير الامتعاض إحنا محتاجين نتحرك من المربع ده واللي الكل يبقى إيجابي ولما تقول تميزي إيها للناس وتقول أنا عايزة الناس تقول رأيها وربما هي آفة دائما ما تواجهها الدولة في ظل أي من التصريحات التي تتحدث عنها الدكتور رباس العادل رئيس كتلة الحوار نشكرك على هذه المدخلة على شاشة أكستر نيوز ترجمة نانسي قنقر